السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في قناة سنسوني السلوى النهاردة وصفة حلوة جدا فتيرة في الخلاط بالجبنة حاجة في منتهى الجمال من غير اي نوع دقيق وصفة مناسبة للناس اللي عايزة تاكل نشويات قليلة حاجة تكون صحية بتشبع ينفع تعمليها يعني اي وقت شايفين شكلها عامل ازاي ونقدر كمان نحط عليها نكهات زي ما احنا بنحب بطل حلقتنا النهاردة هو الفصولية البيضة ودي مش اول مرة على فكرة استعمل الفصولية البيضة في خبز او في كي في وصفات كتير بالفصولية هسبها لكو تحت في صندوق الوصف اهم حاجة لما نيجي نستعمل الفصولية اللي احنا ننقحها يعني اي ننقحها يا سلوى يعني نجيبها ونحط عليها ميا كتير ونسيبها جوه الميا حوالي 12 ساعة 24 ساعة نغير عليها الميا كده مرتين ثلاثة بعد كده نشيل الميا اللي احنا نقعناها فيها نرميها ونجيب ميا جديدة اه ونحطها ونسلقها سلق الفصولية من الحاجات السهلة لو احنا عندنا حل ضغط زي كده آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ كباية وربع من الفاصلية المسلوقة معلقة صغيرة من خل التفاح 200 جرام من الجبن القريش 4 معلقة صغيرة من السمسم انا السمسم ده بس ايه تحنته تحنة خفيفة كده عشان يتجانس معي ويبقى طعمه حلو جواه حطيت كمان نص معلقة صغيرة من الباكين بوتر وبس كده مش نايس عندي غير البتين دول حطيتهم في طبق برا كده الاول اختبرهم واحطهم على طول على المكونات سواء بقى في الخلاط او في اي محضر الطعام وبس كده هنتحن ونروح نشغل الفرن على درجة حرارة 180 عشان على طول هنحطها جوا صانية وندخلها الفرن شفتوا الوقت اللي احنا عملناها فيه مفيش مش هتاخد منك اي وقت خالص والناس اللي عندها فاصلية مسلوقة على طول هتعمل الوصفة لو عايزت تعمليها كل يوم هتقدر تعمليها فاقلم من خمس دقايق شايفين القوام ده؟ طيب احنا هنجيب صانية كبيرة مقاس 30 مهم جدا 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 نحنا ندهن الصانية وكمان نحط ورقة زبدة يعني دي حاجة مفروق منها مش هنتكلم فيها علشان ما تلزقش معنا بالمناسبة انا نسيت احط ملح فحط ملح دلوقتي ونقلب كده ويلا ننزل الخليط الجميل ده طيب هل انا هكتفي بكده؟ انت ممكن تكتفي بكده لو عايزة لكن انا صراحة عندي كده ايه معلقتين لبنة عايزة ازين بهم واعمل كمان شكل حلو جدا طعم اضافي اكتر لو انا حبه حطيت معلقتين اللبنة في الكيس الحلواني ما عمش بيسموا كيس ايه صراحة يعني المهم اللي انا هعمل بيه شكل حلو جدا كده من فوق يعني حابة اللي انا قسمها يعني قسمها مثلا على 8 قطع فالحاجات دي لما تخش التلاق اللي تخش الفرن هتعمل طعم حلو جدا بالمناسبة ينفع نستعمل اي نوع جبنة بدل جبن القريش جبنة كريمية جبنة فيتا بصوا بقى انا بعتزر جدا المقطع ده اتنسح مني انا حطيت بس على الوجه كده ايه حطيت السماء حطيت دقة الزعتر حطيت حبة البرقة وحطيت من اللب السوري او الحب الشمسي وفي النص كده في الكرة دي حطيت شوية سمسم فانا بعتزر جدا وانا بحط الحاجات دي ما كنتش بصور كنت فاكرة ان انا بصور وفي الاخر تلاقيت ما بصورش طيب مش مشكلة هندخلها الفرن وانسيبها جوه الفرن نص ساعة خمسة وعشرين دقيقة في الفرن من تحت بعد كده هندفل الفرن من تحت ونفتح عليها الشوية من فوق تاخد لون كده حوالي خمس دقيق وبس كده مقدرها سهلة وبسيطة اقتصادية رحية حلوة مشباعة طعمها جبنة يعني اكتر حاجة باينة فيها طعم الجبنة شايفين بقى كل المثلث من المثلثات دي عامل كده شخصية وكيان لوحده يا ترى لو قدامكم حاجة زي كده هتفضلوا تاخدوا اللي بينك هاي ايه احلى حاجة بالنسبالي حابة البركة بحبها جدا على المغبوزات طيب انا دلوقتي شلتها من الصينية عشان اوريكو قد ايه قد ايه هاي جميلة سمكها مشتخينة رفيعة زينا يعني الحمد لله وبس كده ممكن نقطعها كده مثلثات فزي ما احنا شايفين دي 8 افراد او لو اربع افراد ممكن يكلوها كل واحد ياخد اتنين عشان كل واحد بقى يدقوا من كل ال اه يعني ايه من كل الاصناف كده شايفين القطعة منها عاملة زي جميلة جدا هي مش هشة مش عاملة زي المعجنات ولكن مرضية جدا طعمها اكتر حاجة غلبة فيه طعم الجبنة وبس كده وصفة النهاردة انتهت ناقص ان انتو تروحوا تجربوها وتيجي تكتبولي رأيكو في التعليقات اتمنى ان شاء الله وصفة النهاردة تكون عجبكو وشوفكو على خير ومع السلامة